اعداد ثلاثمائة طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة هدف يسعى إليه برنامج الاعداد لاختبارات الايلتس للطلب الكويتيين الذي يأتي ثمرة تعاون بين مركز التميز في كلية العلوم الإدارية وبيت التمويل الكويتية إلى جانب معهد ALS الأمريكية اليوم نحتفل بانطلاقة برنامج اعداد الطلبة خريجي الثانوي الكويتيين من أولاد وبنات لإعدادهم باختبارات الايلتس اليوم تعاوننا مع أفضل معهد موجود في أمريكا اللي هو ALS English Language Services وتفضل بيت التمويل الكويتي بيتك بتمويل هذا البرنامج لإعداد ثلاثمائة طالب وطالبة من الطلق المسئولية الاجتماعية الخدمة التي تغدم بالمجان إلى الطلبة تعمل كذلك على تهيل الطلبة للتعرف على طبيعة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية قامت هذا البرنامج المتخصص لتأهيل الطلبة الخريجية من الثانوية للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا لتأهيل الممتحان الآيز بعد أن فرضت وزارة التعليم العالي درجة الخمسة في الآيز بعض الطلبة يحصل بعتس ما يقدر يسافر ويقعد سنة بعضهم يتعثر مكان يتكاليف عالي على أهلهم الآن هذه الخدمة تقدم بالمجان الحصول على درجة خمسة حد أدنى متطلب لتجاوز اختبار الأيلتس علما أن البرنامج يبدأ في السادس عشر من أغسطس المقبلة وينتهي في العشرين من سبتمبر التخطيط والحجز المبكر للاختبارات لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة للجامعات والبعثات نصيحة وجه المختصون إلى الطلاب المقبلين على هذا النوع من الاختبارات لتلفزيون المجلس عبدالله العنسية